كيف جاءت الآية تستحث القلوب ولو أمرنا الله ابتداء بالصلاة والسلام عليه لكان أمرا عظيما فكيف وجاء بين مقدمة هذا الأمر إخباره سبحانه أنه قد صلى عليه وأنه سخر ملائكة السماء عليهم السلام للصلاة عليه أما فهمت قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي قبل أن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تدري ما دلالته عدة أعظمها أنه يغريك بأن تقبل بالصلاة عليه لما أخبرك أنه سبحانه صلى عليه يغريك والله أن تقدم على فعل أخبرك سبحانه أنه تولاه لعبده عليه الصلاة والسلام يغريك أن توافق ملائكة السماء في أمر عظيم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم